مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من حصتكم صارح جدا موضوعنا اليوم رح يكون حول منطقة القاعو التابعة لبلدية أم العظام جنوب ولاية الجلفة هذه المنطقة التي تتخبط في عديد المشاكل أبرزها غياب الغاز والكهرباء والماء ومشاكل أخرى نتعرف عليها في تصريحات سكان هذه المنطقة تابعونا تريسيتي هنا نحن عنا تريسي تثثمية ساكة هنا ما اعتمدنا على هذه المحركة وقدامكم هذا هذا المحرك عدد ستسويع يمشي فالنهار لو كان يفوزها ستسويع راح يحبس معنى باتل الظلمة نحن منطقة نائية بالنسبة للمشاريع وبالنسبة للحكومة راح جينا للجنات وراح جينا كل شيء بصح ما كين لحد الساعة ما كينوا ولو اليوم من هذا نخدمه قبل الموتور فهمت هذا ساعة ما زود راح نقص ساعة هزيز سعرنا نظرنا وانا نظرنا سنين وانا من متع وثمانين يوميني هزانا في حزب القروب تريسيتي ما كانش والغاز ما كانش والمال هني راح ناقص لما لولو جينا ناقص وقلنا ما تشربهش مش صالح قاعد شرب جاينا 18 كيلو جعبة ويجي في الصدق وهلها قاعش يزوري لك تشوف البنية همو فهم بني قبل طو وولي يجي قرأ نقود وولا بغداغ نغنوكم نبنوكم من قصر وولي يروح من عدنا يدي الفوطوات وعنا يفرقهم على يفرقهم من نجيل الفوديل ومايرجع عناش لانا نجيب لكم لماش نجيب لكم متسعاش حاجة تري ستي مكنش الطريق منه محبوش ياخد مهنم لانذا لمرا نعيطوا عليه الغاز هو مكنش ثاني الشو مكنش متسعاش حاجة قاعد محري كهربائي او امامكم اكتوفه عدنا ست سوايع او ثمن سوايع يشعرهم فنهار علينا موهوش كافي منطقة كيما هذي موهوش كافيها نطالبوه بتري سيتي عدنا طريق منه بصراحة نقع في مسعد والولاية بشروح راحوا منه خمسة وعشرين كيلو محبوش ياخد مهنم هنا عمر اش حال عمره ثلاثين عام عمره ثلاثين عام مليو عثني شفاء وانا نسمع بالطريقها في الدراسة منطقة معزولة منطقة معزولة وانا نسمع بالطريقها في الدراسة الى يومين هذري في الدراسة عدنا القودو الرابط ما بين تقورت ومسعد عدنا بلاكة رابعين دمار من مسعد بلاكة رابعين رانا عدنا في فيتل تغربين عشرين عمره رانا نعانو من هذو طريق وانا نخدمونا تابيس قاعتين فيه واحد الاشرين كيلو وثنين وعشرين كيلو رانا نعانو منها هنطريق من هنا عدنا ستة وعشرين كيلو بينه وبين الله في تدار أربعين طريق الوطني رقم واحد الرابط بين تقورت ومسعد هذين طالبوا بيها وطالبنا بيها وأباءنا طالبوا بيها وإلى يومين هذا مجلس دوالو طفلا ملي تلحق هنا الخامسة تريح ما كين والو كينما درساء هنا كينما درساء في ملاشيم واخرى في عد جبابر خمسة كيلو كي تلحق الطفلا الخامسة تروح الذرارهم جوا يقرأوا ويرحوا شر ماهم يعطون في والو هذو المشكل وين ما لا بنيش به وين طالب رئيس الجمهورية بالتدخل لأن للوالي لا رئيس الدائرة ولا قيرو ما هو واحد ما هو سمع بنا أنا نشرب بيار تقليدية معناها وش نحتمدوا على المطر كان جرى مطر أنا نشربه ما جاش ما كانش هدنا هذا خزان خادمة الدولة كادر حاطات الدولة كيما هاك ما بيهلا ما لولو وهذا اللي بيارك تشوفهم خادمين وقشوابين بكري هم مخدمين من وقت فرنسا منها من جملة هذا حافروا مجاهد الله رحمه 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 يقولوا سليلي حمى ورانا ذكرنانا لحد الآن نشربه منه أولا نفيت رابلقاو عدنا خمس أنا بيترول ما أنا مستفيدين لما الخدمة فيهم ما أنا مستفيدين من القاس تعم ما عدنا شريزو ما عدنا شريزو ما عدنا شريزو صحة مارضة صراح أعلى لأن عدنا عيادة هنا فيها ممرض لكن ممرض معناها عدو واجم حدود يديرها باش داوي لازم تروح المسعد عدنا فرع إداري ما هوش يخدم وشي موش يخدم ذلك اللا تحولت الوثائق هذي كامل الإعلام الآلي احنا ما عدناش إعلام عالي ما عدنا تري سيتي ما عدنا ريزو ما عدنا ولو كواقتنا باتها تخدم تعريف تروح المسعد بسبعين كيلو وطروح الأمم الأعظام بثمانين كيلو معلمين هاهم ورهم والله رهم من ججال فمن حد ججال حتى من دار الشيو راه عدنا معلمين هنا هاهم ورهم شاكنين في ظل الواجب راه معانا وكي ما احنا زيارتها ليس لدينا زيارات خلاصة غير صاحبة ما كيش يجينا هنا الوالي ماشيناش قاع الوالي هذا الوالي يشوف هنا يجينا يشوف الرعية تاوي يحس بها ما نشرح نديرهم مشكلة ترجمة نانسي قنقر